القرآن الكريم أكد أن الإنسان مخلوق كريم على الله خلقه في أحسن تقويم ميزه على سائر خلقه في القرآن إعداد وتقديم الدكتور رمضان خميس بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد حلقتنا اليوم مع الإنسان في رحلة الوجود ويصور القرآن الكريم هذه الرحلة تصويرا كأنه يرسم صورة بريشة يبرز أبعادها ويصور ملامحها ويوضح قسماتها حتى كأنك تراها لا تقرأها وتلمسها بأبعاد ثلاثية وزوايا متعددة لا تقرأها في كتاب بين دفتين يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون في هذه الآيات الكريمة يتحدث القرآن الكريم عن رحلة الإنسان من الميلاد إلى أن تضع الأم حملها حملته أمه كرها ووضعته كرها حملته في مشقة ووضعته بمشقة كما قال الله تعالى في سورة أخرى وهنا على وهن وحمله وفصاله ثلاثون شهرا يعني حمله وفصاله عن الرضاع ثلاثون شهرا ثم تبدأ الرحلة البشرية على وجه الأرض حتى إذا بلغ أشدة وبلغ أربعين سنة وهي مرحلة النطج الحقيقي للإنسان قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وهذا هو النموذج الأول النموذج الصالح الذي ينجح في الاختبار ويعرف قيمة هذا الاختبار وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي كأنه لا ينظر إلى حاله فحسب بل ينظر إلى مآله وإلى ذريته ويسأل الله عز وجل أن يصلح له في ذريته حتى يستمر بقاؤه ويستمر عطاؤه إن لم يكن عبر نفسه فعبر ما يتركه من ذريت صالحة إني تبت إليك وإني من المسلمين ويا لها من لمسة حانية دافئة أن يحشر العبد الصالح نفسه في عموم المسلمين إني تبت إليك وإني من المسلمين أن يحشر العبد نفسه في عموم المسلمين وأن يعد نفسه واحدا من عموم هؤلاء الراكعين الساجدين هنا يقول الله عز وجل أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ولماذا أحسن ما عملوا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يختار من أعمالهم أفضل الأعمال وأزكاها ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون وهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى أن الذي يبذل كل ما لديه لله لا يضيع الله عز وجل رجاءه لا في الدنيا ولا في الآخرة هذا النموذج الذي يذكره القرآن الكريم ويرصده يذكره ليتبناه المسلم العاقل والإنسان الراشد الذي يخط مسار حياته فيعرف أنه مقدم إلى الله رب العالمين وإن خلف ذرية من بعده فهو يوصيها بصلاح نفسها وطاعة ربها وتقوى مولاها عز وجل وأما النموذج الثاني الذي صوره القرآن الكريم أيضا عن الإنسان نفس الإنسان فهو وارد في الآيات ذاتها في قوله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل هذا النموذج الذي لا يؤمن لا بالبعث ولا بالنشور ولا يعترف بوجود الله عز وجل ولا الحساب ولا الميزان بل يثرب على والديه ويسخر منهما ويستهزئ من عقيدتهما أتعدانني أن أخرج أي للبعث والنشور وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين ولنا أن نستملي عباد الله هذه الكلمة الموجعة استغاثة الوالدين الصالحين الذين يريان ولدهما على غير مرضات الله عز وجل فهما يستغيثان الله سبحانه وتعالى ويتضرعان إليه ويستحلفان هذا الولد بالله آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين هذه هي الصورة الثانية للإنسان الذي بارز الله سبحانه وتعالى بالمعاصي وتركيب الألفاظ وجرسها يكاد يجسم العناء الذي تحمله الأم في الحالتين مع الولد الصالح ومع الولد الطالح وهذه الآيات الكريمة تبين لنا مدى رضى الإنسان إذا اختار الاختيار السوي ومدى خسارته ومدى خسرانه الشديد إذا اختار الاختيار السيء فأحسن اختياركم عباد الله شكر الله لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته القرآن الكريم أكد أن الإنسان مخلوق كريم على الله خلقه في أحسن تقويم ميزه على سائر خلقه وجعله في الأرض خليفة ليقوم بعبادته ويؤدي رسالته وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض وعلم القرآن خلق الإنسان قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى الإنسان في القرآن إعداد وتقديم الدكتور رمضان خميس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر